عرفت ما تسمى المعارضة الجزائرية في الخارج منذ سنوات طويلة أجزم لكم بأنها معارضة فرضية ليست لديها قوة وليست لديها أي استعداد للتلاحم لديها كل جهة، لديها إديولوجيتها، ولديها ولاءاتها، ولديها من يحركها لا توجد إلا حالات على المستوى الفردي أما على المستوى الجماعي لا توجد هناك معارضة باستثناء مرحلة معينة ظهر عناصر من الفيس من جبهة الإنقاذ الذين هربوا الخارج، فيهم اللي راحوا المريكان، فيهم ألمانيا، فيهم بريطانيا ولكن مع مرور الوقت بدأت تتآكل أو يتآكل انتمائهم الحزب للحزب وتوزعت مواقفهم عبر تنظيمات مسلحة في الجزائر وبذلك تآكل دورهم ولم يعد لهم أي تأثير فهناك من بدل جلده وهناك من عادة للجزائر مجدداً تائباً راجياً لا العفو وهناك من سكتها واعتزل المشهد وهناك من واصل وبدل جلده وفق رؤية أخرى لكن الشيء المؤكد الذي لا خلاف فيه أن هؤلاء تلاعبوا بالجزائريين وزجوا بالجزائريين في صراعات دامية ثم تخلوا عنهم ولم يحقق الجزائريون من ثورة أكتوبر 1988 إلا الدماء والدموع والأحزان بسبب لعاب المتعطشين لتحقيق أغراض أخرى لا علاقة لها بواقع الجزائريين الذين كانوا يتطلعون إلى العيش الكريم وإلى العزة الحقيقية في وطنهم في ظل ما كان يمارسه الحزب الواحد من فساد واستبدال